قبل من الفيديو المقطع يا حبايب سأضع لكم رابط قناة شب سوري جدا موهوب صوته ولا اروع صراحتين ولكن لأسف الدعم شوية قليل عليه فأتمنى من كلكم تروحوا له ويلا نكمل المقطع الغبر الاول اللي عدنا عن باب الحارة الجزء الثالث فبعد ما جيش الجلادين اطلحوا حملات على ايمو مار انه إلغاء الاشتراكات وارجعها للصفر ايمو مار خسر عشر تالاف مشترك على قناته باليوتيوب وغير هذا اخر مقطع مال تحصل على عشر تالاف ديسلاك وكل الكومنتات كانت تسبه وتقول إلغاء الاشتراكات ومن هذا الكلام فطبعا من الواضح انه هذا الشي زعج ايمو مار وبنفس الوقت الفتان اه قزدي نور ضدك فنزلوا على حساباتهم بالانستجرام شوية ستورياتي حاولون انه يقصفون بها نور مار رح حطوكم اياها شوفوها واشرحلكم اياها كيفكم يا حباتي يا ألباتي مثل قال هو الله بيعرف الكل شيء الله بيعرف مين قلبه عالصداقة ومين قلبه عالمصاري طبعا هنا ايمو مار يرد على ستوري نور مار اللي قال بي انه الله يسامح الجميع ويعرف كل شيء شنو بداخل الشخص فايمو يرد عليه ان نور مار انه انت بقلبك هو بس اللي فلوس بس ممكن احد يفهم لهذه الحركة شنو معناها ايا يا حباتي يا ألباتي مثل اللي تلكم بطلت حبيا مينو يساري اللي حبيته ونحبوا البصاري هنا ايمو يقصد كلمات اغنية نور مار حطيتك براسي وبنفس الوقت يرجعي ذكره انه انت وقلبك بس الفلوس ايا يا حباتي يا ألباتي اللي بحبوني نعدولي اللي وراي سندولي المضغوطين ما أفادوا حالون بس ما أدوني بالنسبة الاشخاص اللي ينتبهوا انه كأنه اكو صوت نور ضدك خلف الكاميرا يعني فاللاسف من الوابح انه ودي ينقل الكلام و ايمو مار ديطلع ويقول هذا الكلام عالي ستوري بس نسياني موضوع انه مخدم بالليل هنا انا يقصد نور مار ويقصد انه صحيح انت عندك هواية فلوس ولكن من ترجعي تحط راسك على المخدم ما رح تتهنى يا جماعة عم تقولوني اني انا شخص عم واقع بيناتهم بس اللي ما بتعرفون انا مو منخيامي اني شوف واحد مظلوم ويتركه لحاله طبعا بالنسبة الاشخاص اللي كانوا يسئلون هل قمر مار رح تطلع من فريق نور مار او لا فواحدة من اشهر حسابات الفانز النور مار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي فيه محادثة مع محمد مار اخو نور مار ولي سئلة هل قمر رح تطلع من فريق او لا فيرد عليها محمد لا ماكو من هذا الكلام ولانه قمر هذا الحشي الحشته يعني من زمان اول ما طلع بباريش من الفريق يعني وبما انه جيبنا سيارة قمر فوصلت حساب الانستغرام للستمئة الف متابع فان شاء الله الف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب ولا تنسوني يا حبايب تباركو لها بالكومنتان وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع ولكن لا تنسوا القناة الشخص اللي ذكرتها بالبداية اتمنى كله يروح وش ترك عندي يعني وبس تنوك فيزين مع السلامة